ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا شخصية محترمة حاجة تشرف الاختيار فيه ممثلين كتير جدا بيجسدوا أبطال احنا معانا بطل من الأبطال حيون يرزق الحمد لله وهنتكلم معاه وهنفطفض معانا ومعاكم سادة اللي هو شبل عبد الجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الأفريقية ورئيس الشرطة العسكرية الأسبق وشاهد عيان على أحداث كتيرة قوي وهنقول له مساء الخير مساء الجمال عليك وعلى كل ضيوفك الكرام منور فطفضة ومنور الصحة والجمال السبت اللي هو هي الصحة والجمال منورة بمزيعينها الأكفاء ومعدينها وكل طأم العمل اللي موجود الحقيقة وأنا ليه طبعا مدة طويلة في الصحة والجمال بجي لهم كتير تمام بس إحنا في فطفضة بنحب بننكش في حاجات كده ماشا إحنا النهاردة عندنا ذكرى تحرير سينة 39 سنة مصر بتحتفل بها وقلنا نعمل حاجة جديدة نعيد على مصر ونجيب شاهد عيان في فترة من أهم الفترات اللي فاتت حضرتك بحكم منصبك الرفيع في الفترة دي كلمني كلمني عن الفترة دي والمكروفون معاك وسيادة اللي هو شبل عبد الجواد تحكيلي قبل الصورة وبعد الصورة وأثناء الصورة وربعة وعرب شركز ووي 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 واتفضل يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم الأول إحنا في خمسة عشرين أربعة ودي ذكرى عزيزة على كل المصريين الذكرى دي الحقيقة بطالها الأول هو الرئيس الراحل محمد أنور السادب الله يرحمه تحية لهذا الرجل اللي كان سابق كتير قوي عن وقته وقدر بحكمته وبقدرته أنه هو يرجع سينة اللي احنا بنحتفل بيها النهاردة الحقيقة سينة راح فيها الناس كتير أنا بقولي الكلام ده عشان أولادنا الصغيرين الأمور ما تختلطش عندهم كل حبة رمل في سينة مليانة بدماء مصريين وبالتالي سينة جزء غالي جدا من الوطن فتحية في هذه الذكرى العطرة لروح الرئيس محمد أنور السادب وكل أبطالنا وشهدائنا اللي استشهدوا عشان سينة ترجع لأن سينة اخذت وقت طويل جدا من سنة سبعة وستين من فترة الانكسار إلى تلاتة وسبعين فترة الانتصار الحقيقة من تلاتة وسبعين سينة رجعت تقريبا كاملة كلها سنة الف تسعمية اتنين وثمانين فترة طويلة جدا تقريبا 15 سنة من الجهد بتاع القوات المسلحة وجهد الدبلوماسية المصرية عشان تعود هذه الأرض الطاهرة اللي هي بقعة عزيزة جدا على مصر وعلى فكرة عاوز أقول لحضرتك حاجة سينة دي مطمع وعيون العالم كله على هذه البقعة طبعا فضحية خالدة واخد ناصي على بحرين هي بوابة مصر الشرق وهي يعني مش عاوز أقول لحضرتك فيها كل يعني تجلى فيها الله سبحانه وتعالى تكلم موسى وفيها كل يعني هقول ايه ومرت منها العائلة المقدسة لا سينة حكاية وعشان كده أنظر العالم كلها بتتجه إلى هذه البقعة الطاهرة من مصرنا العزيزة فتحية لكل شهيد ضحى بدمه عشان هذه البقعة اللي احنا ما زلنا حتى الآن شغلين عليها ما زلنا حتى الآن حتى الآن شغلين عليها شغلين عليها وحنفضل شغلين إلى أن تقوم الساعة طول ما فيه في مصر رجالة زي حضراتكم القوات المسلحة اللي حمية ظهرنا وحمية يعني ولادنا فإحنا متطمنين برضه عاوز أقول عاوز أقول عشان ما أقلش قوات المسلحة الوحدة هي القوات المسلحة والشعب المصري شعب المصري ده شعب عظيم جدا عظيم ليه وانا لسه كنت بتكلم بقول الشعب ده شعب بيشم بيشم أي حاجة بيشمها رحت الخطر بيشمها ونتكاتف مع بعض وبيحصل هذا التكاتف أوتوماتيك من غير محد يوجه حصلت في فترات كتير هنتكلم فيها إنما بنقول كل سنة وانت طيبة يا سينة وأنا سعيدة النهاردة إن أنا مع حضرتك في هذه الذكرى العطرة لإن أنا ما بتقول سينة أنا جسمي بي أشعر من كتر حبي لهذا الوطن وطن اتربيت فيه وعشت فيه وشفت فيه ودافع عنه وحفظة لدافع عنه إلى أن تقوم الساعة بالمناسبة سينة أنا سينةوي وأفتخر بالمناسبة أنا عشت في سينة 30 سنة سينة موقعها جغرافي ونسها الطيبين مطمع في العالم كل حصل حاجات من أول 25 يناير هنقول عليها أحداث وصورة 30 يونيو وبعدها ربعة النهاردة حضرتك معنا شاهد عيال شاهد حي احكي لي وإحكي للمشاهدين على أن نشوف تماما خلينا قبل ما ننتقل لهذه الفترة من تاريخ مصر تعال نشوف سينة من 82 أو 83 84 أو 85 سينة أهملت تماما عب مين سؤال على هذا أهملت يعني عب لم تنظر لها الدولة كما يجل حلوة أو شكرا كويس جميل في عهد انقضة فلم تنظر لها وكانت النتيجة الأحداث اللي حضرتك بتولي تماما اللي احنا عنينا من اللي احنا عنينا من حالي عشان برضو نقول المكان البداية فين والنهاية كانت حضيع وطن بالكامل لأن يعني سينة فضلت فضية مدة طويلة وأصبحت مقوى لعناصر إجرامية كتير جدا قدروا يعملوا الخلايا اللي حضرتك بتشوفها لحد دلوقتي اللي هي دخلت على مصر في الأوقات بقى بتاع صورة يناير بتاع يناير وصورة مش عارف ايه والهجوم على الإسام كل هذا الكلام كان مخططا ومرتبا في ظل غياب دولة تمام وإحنا بنقول هذا الكلام النهاردة صراحة ودون تجميل ليه عشان برضو ولادنا لأن ولادنا عندهم معلومات مشوشة ولادنا كتير مش فاهمين وبالتالي لازم ترجع أدوار كتيرة راحت انتهت أدوار ثقافة أدوار فن أدوار مراكز الشباب أدوار مثقفين أدوار حاجات كتيرة لازم ترجع عشان ترجع عقول ولادنا اللي هم مشوشين مش عارفين وبالتالي كانت أحداث يناير وبالتالي كانت أحداث تلاتين يونيو وبالتالي كان هناك ربعة وكان هناك مزبير واحد واثنين وكان هناك قطع طرق وكان هناك حرس جمه كت هناك أحداث مليئة في مصر وكان هدفها الأوحد إسقاط هذه الدولة ولن تسقط لا لن تسقط دي صعب لن تسقط بعون الله لأنها مذكورة في القرآن وفي الإنجيل وفي الطورة لا طبعا طبعا مصر مش هتسقط حضرتك معانا النهاردة عشان ننمي وعي أطفالنا أو أولادنا وشبابنا تمام فعايزين العمل الدرامي كان قاعد ما كان حضرتك من شوية الكاتب الكبير صلاح البيالي فكنا منتكلم عن الأعمال الدرامية ووعي المواطن التنمية وعي النهاردة عندنا مسلسط زي الاختيار وحضرتك شاهد عيان في أحداث كتير في المسلسط تماما يا ريت حضرتك ننتقل كده من نقطة لنقطة بسرعة انت شايف ايه أنا عاوز أقول حاجة بالنسبة للدراما تماما وهي النهاردة لو حضرتك تفتكر فيلم الممر ده غير كتير جدا في عقول ولاد تماما الاختيار واحد واثنين أعتقد أكبر نسبة مشاهدة انت بتشوفها في المسلسل ده في الاختيار واحد السنة اللي فاتت والسنة دي ناس كتير غيرت أفكارها تماما لأن الدراما دي دراما صدقة وحقيقية آه محتاجين مجهود آه محتاجين أكتر وأكتر وأكتر محتاجين أكتر آه أكتر طبعا محتاج أكتر محتاج من مين الدولة تدعمنا طيب زي ما حضرك بتقول كده الدولة الدولة ماذا تفعل الدولة طيب خلينا نقول الدولة حتدعمك بس حتدعمك ايه احنا عندنا حاجات كتيرة جدا دورها انتهى وراح وبالتالي حصل تفريغ لا وعلى فكرة تفريغ مقصود في الفترات السابقة كله كان تفريغ مقصود كانت النتيجة النتيجة مش مش مزبوطة والنتيجة حصل تفريغ وعقول شباب كتير جدا راحت في حتة تانية تمام الممر والاختيار واحد والاختيار اتنين هو اعادة للدراما المصري المحترم حلو او حلو او كده طيب عاوزين دور وزارة الثقافة جميل عاوزين دور وزارة الاعلام الله عليك مش كده ولا ايه يا باشا عاوزين دور الدور التلفزيون المصري قول عاوزين دور وزارة الشباب والرياضة الله عاوزين دور المثقفين عاوزين دور مراكز الشباب اللي مرمية في القرى ما 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 قاعدة كده وخلاص عاوزين دوره الوجهاء والمثقفين اللي بيصق فيهم شبابنا مش شرط يطلع في تلفزيون لكن كل قرية وكل مدينة فيها واحد مصدر ثقة اين هم الان هل احنا تفرغنا ان احنا نقعد نحكي وكل الناس بقت علمة ببواطر الامور لا احنا فقدنا هوية جبيرة جدا فقدناها وبالتالي وصلنا برضو للي احنا هنتكلم فيه طيب قبل ما نتكلم فيه معانا شوية صور جميلة هنبص عليها واستأذنك استأذنك كل صورة كده نعلق عليها بصورة عشان السادة المشاهدين يعرفون ماشا ننزل الصور اه دي كنا في احبى الوحدات مع سيد المشير تنطاوي كان عامل تفتيش على احدى الوحدات انا مش هذكر اسمها وحدات طبعا 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 اه للوقوف على الكفاءة القتالية اه لهذه الوحدات اه دي بعد الصورة على طول بعد 25 نانا لا قبل قبل على طول الصورة دي قبل 25 نانا قبل على طول تمام يا فندم واللي بعدها دي في ايام الصورة اما كان سيد رئيس الوزراء ابراهيم محلف اه وكان وزير اسكان عطاق اه اه يعني دي كان في زيارة لأحدى الاماكن وحضره بتعمل تأمين اه تأمين معه اه طبعا واللي بعدها دي كنا في يعني والله انت جاي بحاجات جميلة جدا دي كنا في تخرج الكليهة الحربية الكليهة البحرية وكليهة الدفاع الجو في اسكندرية دي كمع فخمت الرئيس فخمت الرئيس عم بفتاح السيسي اه والحقيقة كان اه برضو حفل اكتر من رائع اه في هذا اليوم وهو كان في الكليهة البحرية في اه اسكندرية تمام ده كنت انا اه في ردة العقيد وكنت بكره من سات المشير محمد حسين طنطاوي ووقف جنبه وسات اللي هو سيد حرحور اللي هو كان محافظ شمال سيناء لمدة طويلة جدا بعد الثورة حصل دي في احداث اه وزارة الدفاع احداث وزارة الدفاع اه دي في احداث وزارة الدفاع كان حضرتك موجود فيها اه 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 امن بعدها دي كان سات الرئيس في احدى الوحدات بيفتش عليها كان وزير دفاع كان وزير دفاع ساعتها اه طبعا ومعاه سيد رئيس كان حبقات مسلحة الفريق سيد صبحي وكان فيه تفتيش لأحدى الوحدات اه في القوات المسلحة تماما اللي بعدها اه دا كنا في اه كان في مؤتمر تقريبا اه مؤتمر اه تماما اللي بعدها دي كانت اللقطة دي جات في مسلسل الاختيار وكان اه جنازة العقيد ماجد والعقيد ماجد اه في عرب شركس اه اللي طبعا عرب شركس دي كانت اه يعني كميات كبيرة جدا من المفرقعات وحصل رحضة حياتها اتنين من اكفأ زباط المهندسين العسكرين طب هستأذن حضرتك ومدام ذكرنا سيدة العقيد ماجد والعقيد ماجد ماجد اه كتير جدا في جمهورية مصر العربية هو رحضة حياتها اتنين من اكفأ الزباط ولكن كان حيروح ضحاياها اكتر واكتر فالمكان ده كان مكان في منتهى القسوة ومكان موبوء وكان معد اعداج جيد لعمليات اه كتيرة في البلد دي اه لكن الاتنين اللي استشهدوا دول رحمة الله عليهم استطاعوا اه بخبرتهم وكفائتهم انهم يدمروا هذه الكميات الكبيرة جدا من مادة تي ان تي شديدة التنفجار انا مش حاوز اقولك المكان هناك كان شكله ازاي محصن حضرك روح اه يعني المكان محصن المكان في منتهى القسوة المكان مستحيل حد يقدر يختحمه يعني حاجة صعبة جدا اي فيعني تحية لروح هؤلاء طبعا اللي انقذوا مصر مصر من كمية التفجير وكمية المواد المتفجرة وكمية القنابل وكمية لا لا حاجة صعبة جدا لا تتخيلها لا يتخيلها بشر يعني حتى المسلسل واحنا متفاعلين معاه مشمدين القوة يعني الاحداث اللي قوية ما يقدرش دي كل اللي جوه لان ده يعني برضو الانتاج حيبقى اكتر واصعب ولكن هو بيوصل رسالة بيوصل رسالة قوية جدا والحقيقة كنا زمان برضو في الدراما ما كانش بالضرورة اتعمق قوي كنت بتلمح وكانت الناس بتفهم هستأذن حضرتك ونطلع فاصل نشوف الجنازة العسكرية اللي كان فيها السيادة اللي هو ماجد والسيادة اللي هو ماجد هم اتنين ماجدين اه اتنين ماجد دي كانت في المسلسل اول انبارح نطلع ونشوفه ونرجع تاني رحم الله شهداء الوطن في كل مكان وفي سينة والقاهرة وفي اي مكان احنا عايشين بالدماء التي روت في الارض الطهرة بتاعتنا وولادنا عايشين في امان بسبب جنودنا البواسل هارجع تاني واقول للسيادة اللي هو اقول له طيب احداث يناير نتكلم عليها برؤيتك وانت شاهد عيالك اه شوف انت بترجعني برضو لذكرى اه كنت ممكن اه يعني اقتل فيها حقيقة يعني اه احكي للك طبعا احكي للمشاهدين اه والكلام ده لازم يوسق الكلام ده احنا هنا عشان نوسق الكلام ده لازم يوسق والكل اللي حضروا يوسقوا هذا الكلام لان هذا الكلام تاريخ مصر احنا جينا في فترة اللي هي في عندما تنحى رئيس حسن مبارك اه تنحى وبعدين لقينا الدنيا بقى ايه وفوض المجلس العسكري في التوقيت ده وفجئنا بقى قبلها كان فيه انفلات امن صارخ صارخ الحقيقة انا كنت في الشارع في التوقيت ده طبعا كان معايا اقسام شرطة جنوب القاهرة بالكامل مش حاوز اقول لك رأيتي العجب في الشارع تحكي لنا فضفض اه والله والله بجد يعني انا مش حاوز اقول لعجب شايفك متأثر قوي احكي لي ايه الموقف القصر فيك قوي اللي انت شفته المواقف كتير احكي لي على موقف في التوقيت يعني انت ما تلاقي خمسين واحد بلطاقية منهم تشغلانة بيدرابوا مثلا في امين شورطة ماذا تفعل معندو الزاق ما عملش حاجة لمجرد ان هو امين شورط امين شورط او الزابط شورط شورط سيعة مدقين من النظام فهو ده بالنسبة لهم النظام فبيضربوا النظام اهما شوف شوف عاوز اقول لحضرتك حاجة اتفضل انا ما كنت واقف في الشارع بعد يعني ما حصل تأثير خفيف لوزارة الداخلية في هذا التوقيت طبعا وكان غزب عنهم لانهم اتعرضوا تأثير ولا تأثير تأثير ايه تأثير هم لم يقصروا لا يعني قصدي الافكت بتاعهم لا يعني حصلهم اه 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 الناس كتيرة بتاكم عليهم فأوقات مختلفة مرة واحدة ايو بالزبط فبالتالي اه لابد ان يكون هناك جزء من يعني مش هنقول اصعب حاجة ان اهل بيتك هم اللي يقوموا عليك وده مش معمول حساب مش معمول حساب بالزبط ومين بقى اهل بيتك او اهل بلدك اهل بقى ما انا بتكلم اللي هما مين ده انا شفت ناس في الشارع بلا هوية اي كل شغلتهم ان هما ينهابوا اقسام الشرطة وينهابوا وينهابوا الاحياء ويقطعوا الطريق في ظل غياب شرطي تمام انت عارب برضو الشرطة لها دور قوي جدا في حماية الناس طبعا وفي ضبط الشارع طبعا ولكن احنا كنا موجودين بنقدي الدور ده بس الشارع بتاعه اي فهو اكسر خبرة في هذا ايه الكلام ده كل نهار اي وبالتالي اه شفت بقى عناصر من كافة الاشكال يعني والكلام ده انا كاتبه على فكرة تمام تلاقي سواء تاكسي خاطف واحدة ودخل بقى المقابر انا مطلع من مقابر البساتين اكتر من خمس اطفال واكتر من خمس سيدان خاطف انا ازاي كنت بعمل كده انا معرفش كان معك قوة اسكري اه طبعا اه طبعا بس على ما بتجيلك الاستغاثة وتدخل لا كتير ايه طيب يعني عندك مثلا منشية ناصر تمام عندك مثلا مصر القديم ايه ولا اماكن زو طبيعة خاصة تمام عندك عندك مثلا اسم شرطة الخليفة واسم شرطة المؤطن برضو كل ده اماكن لها طبيعة خاصة في مواطنية تمام فما تلاقي في منطقة زي دي كل هذا الكم من الاجرام عقب احداث يناير لا في حال غلط تمام مخدرات ماشي سفك دماء ماشي خطف اطفال ماشي اه استلاء على شواء ماشي طرد ناس من الشواء ماشي كل ده حصل بالفعل ماذا فعلتم احنا على قد ما كنا بنقدر اه لان الاماكن كتير ايوا فان على حجم القوات اه الاماكن كتير انت بتحل معك قوات بس بتحل ما كان خمس ستة عشر اقسام تمام في اماكن متفرقة تمام خطبال حضرتك احنا قدرنا نعيد الانضباط في اماكن كتير تمام بس برضو فيه ناس شغالة خطبال حضرتك يعني اه بتعيد الانضباط في المنطقة دي والمنطقة دي والمنطقة دي لكن فيه ناس شغالة مين دول هم اللي هنتكلم عليه اه شغالة بالفلوس اه شغالة اه هدم في اه الاسر هدم في الدولة من تحت ال من تحت التحت عشان تهيج الرأي العام ضد المجلس عسكر اللي هما مين شوف الناس في في الناس بتوع الاخوان الارهابية دول انا شفتهم كتير في الشارع تمام وحضرت معاهم بعض الاحداث وتسببوا في قتل كثيرون تمام تهيج وليهم ناس بيجبوهم يشغلوهم بالفلوس تمام في اماكن هم عارفين وبالتالي كان الجو مش عاوز يهدى لان احنا اتعرضنا في التوقيت ده اللي هو فيه ماسك المشير حسين تانطور اصمجل العسكري اتعرضنا لأحداث كتير اتعرضنا مسبر واحد اتنين احداث منطقة الزرايب قطعة طرق كتير جدا احداث محمد محمود احداث كان هدفها واحد بس اللي هو وهو اساءة للمجلس العسكري ويباني انه مؤثر وطبعا عشان يبقوا هما البديل عشان يبقوا هما البديل هما كده كده كانوا منظمين هما كده كده كانوا موجودين بس هما فعلوا عمليات اجرامية كثيرة جدا في هذا الشعب بس الشعب ساعتها ما كانش شاية خدت بالحضرتك وبالتالي احنا كمان مع حجم انت النهاردة بتأمن شارع بتأمن بنك بتأمن طريق بتأمن مواصلات بتأمن سكاك حديد انت عارف حجم ده ايه اه طبعا حجم كبير كبير جدا حجم كبير لازم يبقى فيه بعض المخالفات اكيد خدت بالحضرتك في ظل غياب قانون ما كانش فيه قانون ما كانش فيه قانون يعني انت كنت ممكن تبقى ماشي بالشارع شوية اللي وقفوك طيب يعني احنا احنا ممكن نوضع نحكي فيها البقرة القصة دي اه اه احنا ننتقل بعد كده حصلت يناير وجوم الاخوان ليه جوم الاخوان ليه لانهم وانا كنت انت ساعتها فيه دواير انتخابية كتير جدا هم كانوا فيه تنظيم لا فيه تنظيم وفيه خطة يعني حقول لحضرتك مثلا طبور موجود بتلاقي الطبور ده واقف واللي بيدخل يدخل من قداد بس هم معطلين كل الناس اللي مش تبعهم اما اللي تبعوا بيدخل من قداد وعموما في كل الحالات اه يعني هم اه قدروا وانا هقول حاجة برضو عشان فضل في التوقيت ده هم قاتوا الى حكم مصر في غفلة من الزمن قاتوا الى حكم مصر في غفلة من الزمن انت عبيرتي ايه شوية؟ لا ده جميل ده ينفع انوان كتاب قاتوا الى حكم مصر في غفلة من الزمن جميل ولن تتكرر لن لن تتكرر انت واثق اواثق طب حل جميل قاتوا الاخوان ومسك مسكوا الحكم وبعدين حصل اللي حصل احكيلي تلاتين يونيو لا اخواني السنة وليه تلاتين يونيو طب ما ديني السنة ده بيقول لي في ودن نقص نص ساعة احنا عايزين نحكي خد السنة السنة كلها اللي هو من تلاتين ما مسك لحد تلاتين ستة السنة اللي بعدها لحد تلاتين يونيو ترى الاهوال اخد بالك احكيلي بقى احكيلي اه اما تلاقي واحد زي خارة الشاطر عاوز يمسك ياخد السكة الحديد سكة الحديد ياخدها في ايه؟ شركة امن اه ويلغي اقصام شرط نقل مصدر معلش يقولها تاني عشان انا فهمي بطيء يعني هو يبقى ماسك الامن بتاع السكة الحديد هو عاوز يفرغ هو عاوز يفرغ السكة الحديد اه من اقصام الشرطة اه ويتولى هو يعني مبقاش في شرطة مرافق لا 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 مفيش مرافق اه فيه خارة الشاطر اه بشركته اه يعني بقى انا شرطة خيرتكو شاطرتكو طب حقولك حاجة ايه تخيل لما واحد بدأنا قد كده داخل على مأمور اسم شرطة سكة الحديد اه كلمني ساعتها المأمور اه بقوله انا جاي فتش على السلاح ماذا تفعل جاي بقوله انا جاي فتش على السلاح على السلاح بتاع الاسم اه طب بقاني صفة مش مهمة لا معلش لا مش مهمة مالو صفة اه مالوش اي صفة مالوش اي معنى غير هو من الجماعة اه فكل ده ماذا تريد في سنة طب القيادة ساعتها كان اللي ماسك مفروض الرئيس مرسي ايوة احنا انت كجيش ليه وانت وحضرتك فاهم ان مرسي اللي كان بيحكمه يعني بالقول ده المرسي لا ما كانش بيحكم مرسي ما كانش يقدر ياخد قرار غير ما يرجع له اه يعني انتوا كنتوا عارفين ده وقتها اه طبعا معروفة وما فيش حاجة مش معروفة اه كل ده معروف اه فاكر في رمضان في سينة لما الجنود وهم بيفطروا اربعتاشر جندي اتقتلوا حصل في رمضان ما عشان كده بقولك ما تحكيلي عليها شوية ما انا هقولك عشان كده عشان كده بقولك ليه ما تاخد السنة احكيلي ما بقولك استاذ محمد الشاهد المدير العبقري السنة دي السنة دي انا هلخصهالك عشان محمد الشاهد انا عارف ان هو عمالي السنة دي اخرت مصر تلاتين سنة كمان السنة اللي حضرتك شفتها دي اخرت مصر كمان تلاتين سنة واحد يقول لي هو لاحق يعمل ايه هو اخر مصر في ايه ده دمروا بنية تحتية بنية تحتية ايه ده دمروا مصر لحد دلوقتي بنصلح فيه في السنة السنة الوحدة دي دمر مصر ده كان بيصرف من الاحتياطي ده وصل الاحتياطي بتاع مصر 15 مليار ولا مش هكذا خد بالك بقى عندك كمان عشان برضو أنا عارف إنه وقتك دايق وإحنا عادنا نتكلم كل سطر ده أنا عايز أسمع الزبد بس يعني عايزين أن ننتقل في حدر كتير شوف خلي بالحضرتك أنا حضرت معاه ومعه ستر الرئيس عبد فتاح السيسي في نادي زباط الشرطة في الجزيرة تمام وهو كان في عز الأزمة ده دليل على إنه هو الله يرحمه يعني هو وشيه جمعته لا معفيش ماينفعوش سياسة ماينفعوش يديره ماينفعش يدير قائد فاصلة ما راجعت في مولد النبي حلو إحنا النهاردة في عيد تحرير سينة هل سينة تأثرت في هذا الوقت بسبب هذا الحق احكيلي بسرعة بسرعة كده كل اللي خرجهم بالسجون وعافى عنهم ودهم سينة كانوا بعملوا إيه لا كان بيدربهم تدريب جيد جداً عشان يبقوا ضد الجيش المصر بيعمل جيش موازي في سينة؟ طبعاً في سينة هو تفرق معاه سينة ولا تفرق معاه حلاب وشلاتين ولا تفرق معا حد مافرقش معاه غير حد واحد بس وهو جماعته طب شمعنا سينة مرحوش ليه مطروح مرحوش ليه أسوان شمعنا سينة؟ نرجع تاني ونقول سينة كانت فاضية سينة كانت فاضية قبل ما نكمل أنا هستأذن حضرتك إحنا فيه أغنية جميلة عن سينة هنسمعها ونسمعها كويس يا ريت تسمعوها كويس ونرجع تاني فاصل ودينا رجعنا تاني لسينة إحنا عدينا القناة عشان نعمر وعشان نشوف سينة حلوة قدية هرجع لضيفي وأقول له كمل حكايتنا سينة إيه اللي حصل أثناء حكم الإخوان وما بعد طيب بسرعة كده برضو عشان وقت حضرتك سينة اللي كل حاب ترمل فيها مليانة بدام شهيد هي نفسها سينة الجماعة ودت فيها حماس ودت فيها كل اللي خرجوا من السجون كل الإرهابيين في كل مكان بكافة تسهيلات وعملوا مجموعات مسلحة ضد الجيش المصر يعني المصريين اللي ماتوا في سينة المصريين اللي ماتوا في سينة جما كان هم إرهابيين في ظل سنة واحدة واحدة بس اتملت إرهابيين بمساعدة هذه الجماعة خرج من السجون كميات كبيرة جدا خرج استقبل جليات مختلفة استقبل ناس خارج كله دخل على سينة من أجل حاجة واحدة بس هما ما عندهمش وطن هما ما يعرفوش يعني إيه حدود وطن ما يعرفوش يعني إيه دولة وبالتالي سينة تروح سينة تيجي سينة تمشي مش فارق وبالتالي دي كانت أول زيارة لو فكرك الرئيس الإيران فاكرة آه طبعا لما زر الحسين لما زر الحسين وزار الأزهر وزار الأزهر وكان الاتفاق هنا هيعمل حرس ثوري آه زي الحرس الثوري الإيران تمام هلتبال حضرتك تمام ده كان شوف بقى شوف بقى شوف التاريخ والأحداث الرئيس السادات والشهداء الآن ييجي واحد خاين يملاه إرهابيين وبالتالي لمقاومة الشعب لمقاومة الجيش المصري على غرار إيران مين ده إيران أشد إيران وبقوله علني أشد على الإسلام من اليهود نفسه تمام يعني إحنا بنتكلم في إيه أفكرك بالستاشر جندي اللي قتلوا بدم بارد في سين لحظة الفطار لحظة الفطار لماذا؟ لماذا؟ عشان يشيل المشير طنطاو المشير طنطاو ما سلمك السلطة طب صحيح كان عايز يشيله ليه؟ هو اعتقادا منه إنه ده عمل بطولي أنا بقولك الحقيقة وأنا شفت هذا الكلام في عينهم كلهم إنه هو مجرد يشيل المشير طنطاوي إنه هو عمل عمل بطولي سيكتب التاريخ في يوم الأيام إنه هو هو إيه ده؟ هو فيه فكرة كده وعشان تشيل أو تحط ما أنت القائد الأعلى قائد مسال أحمد ما تشيل زي ما أنت عاوي لكن ليه 16 جندة موته؟ وتشرف على موته وكلم الزواهري وقال له تمام أصل الزواهري؟ الزواهري ده مدير مكتب ابن خالته ابن خالت ميه؟ ابن خالت الزواهري مين ده ابن خالت؟ لا لا بتكلم بجرد أو الله هو مين اللي ابن خالت ميه؟ مين اللي كان مدير مكتب رئيس مرسي؟ آه طبعا ما كان مد خالت الزواهري؟ اللي هو اسمه طنطوي حاجة كده آه آه ده كان ابن خالته ابن خالته وهو اللي اتصل بيه ودهوله آه وله زي كان يعني الكلام ده كله مسجل أنا مش عاوز لا مديجة مديجة في التلفزيون ده جات كتير أيوة مديجة مديجة اللي تقتل فيها محمد مبروك ده لقضية التخابر خلت بالحضرهية آية فان خلت بالك ده مسر أصلي مسر خلص يعني انت النهارده انت بتدخل يعني سيد الفاضل انت ما كنت تدخل الاتحادية بتحس ايه ناس قاعدة على الأرض وعلى المساطب بعدين طول اليوم يأكلوا كوش ده كان بروحهم الفجر آه ده كان بروحهم الفجر دي كانت عاوز أقول لي مش دولة مجعد آه طبعا مجعد كده آه طبعا ويخلصوا الليلا كلها ويطلعوا على آه على مكتب الإرشاد ياخد التعليمات ويرجع تاني وانا قلت الكلام ده قبل كده لإحدى الصحف الكويتية ان مصر كان بحكومها ستة هو مش منه مش دعوه مم مش طبعا هما ستة وطبعا هو مش منه لا مش منه مين هما ستة بديع شاطر عصام العريان بديع آه المرشد السابق محمد اللي هو تورفة آه مهدي عاكل آه البلتاجي البلتاجي عصام العريان والعريان البلتاجي في ربعة لما قال الدم هيقف في سينة لما مرسيت له ده انت كنت فين في ربعة كنت موجود في ربعة وانا احدها حضرت معهم الاحداث الحرس الجمهوري وفي ربعة كنا موجودين معظم الوقت اللي كان البلتاجي وصفة حجازي مم يعني انا كنت بدخل ربعة في بعض ايام الجمعة مم بس بصفة غير الصفة او مش بزيد لا لا خالص طبعا طبعا اه فطبعا لا كلام واضح ومباشر اوه رجل بيقولك سيتوقف عندهم وعندين تبجيب كلام ده منين يعني هو ايه اللي عندما اما شعب يطلع في تلاتين يونيو بكامل قوة بكامل قوته الكبيرة كانوا كام مليون ساعتها تلاتين عشرين خمستاشر زي ما يطلعهم مصر كلها مش عوزاك انت بتجيب الكلام ده منين ولو يكن هذا 30 يونيو لما تغيرت مصر لأن الشعب هو الأول والأخير هو صاحب الكلب فالملتاجي كان بيعمله والشلة دي كان بتعملها أنا عاوز أقولك حاجة مجلس شعب اللي كان بيؤذنوا فيه ستة صبح مجلس الشورى مجلس الشورى ستة صبح بتلاقيهم قاعدين جوة المجلس على الأرض ليه بقى؟ هم هروم ايه؟ هروم ايه؟ الناس فاضية صح يا الصبح بدري راح تقعد اللي الحق له كرسي واللي الحق له بتاع واللي الحق له مكان طبعا يخلصوا امتى؟ نشر بالليل يأكلوا منين؟ يقولك نجيب من مش عاوز أذكر أسماء واحد معين محضده رئيس مجلس الشورى جلوم سندوين شهاد وقال لهم تجيبه منه حلو عشان برضو هو تابع البتاع هو ايه ده؟ أما انت يا رئيس مجلس الشورى تاخد عربية تمانية ستة خمسة ستة مليون جنيه كل يوم تروح الزأزق وترجع ايه؟ ايه ده؟ طيب احنا مش عايزين نتكلم في الماضي الماضي ده كان كله جراح احنا النهاردة في عيد تحرير سيناء تماماً وسيناء دايماً مطمع زي ما حضرتك اه اه طبعاً واللي احنا شفناه نوع من أنواع المطامع اوكي طيب انت النهاردة بحكم رئيس مكافحة الإرهاب من المنظمة العربية شايف اللي بيحصل في سيناء دلوقت شايفه ازاي؟ طيب في 2018 اه 2018 انت حضرتك تقصد العملية الشاملة لأز سيناء الرئيس أصدرها أصدر بالعملية الشاملة سيناء 2018 شهر اثنين بالزبط بالزبط والحقيقة الحمد لله يعني طبعاً انا عاوز اقول نجحت القيادة المصرية في تكفيف منابع الإرهاب تماماً نجحت نجاح باهر والنجاح ده اعتقد بتتعلمه دول وبرضا عاوز اقول لحضرتك حاجة ان في التوقيت ده في التوقيت ده ان مصر بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم ايوه ايوه نيابة عن العالم وبالتالي الخبرة اللي خديتها القوات المصرية في مكافحة الإرهاب تدرس الآن وسيستفيد منها كل المعاهد العسكرية والعالم كله هيستفيد من هذه التجربة المصرية الرائدة اللي قطعت كل شيء عن الإرهاب في سينة النهاردة ما عندناش إرهاب في سينة عندنا عمليات خفيفة اذا كان واحد زارع بتاعها في الأرض او اتناست اذا كان واحد مش عارف ايه ولكن اما جففة منافق اتجففة منابع الإرهاب انتهى الإرهاب منابعه اللي هي ايه الامددات يعني الإرهاب اللي عندك في سينة بتمده دول بعينها ومخابرات دول ايه فرح خدت بالحضرتك احنا الحمد لله نجحنا نجح باهر في قطع هذا الكلام وبالتالي سينة الحياة طبيعية جدا فيها طيب بسرعة كده عشان وقت حضرتك دي ما هيك فرح طيب سينة احنا عملنا في ايه مع كل الكلام ده العملية سينة 2018 وكل اللي بيحصل ده عملنا في سينة ايه عندك نفقين جنوب برصعيد واثنين شمال اسمع الله حلو كده عشان تعدي سينة راح جاه وعندك احمد حمدي في السويس وفي احمد حمدي اتنين بيتعمل يبقى كده سابت عندك كبار عيمة بتعدي عندك كبر السلام عندك كل دي بتربط سينة بالام مصر طبعا هل ده مريح الناس ابدا مريح الغرب ابدا طيب خش على التنمية في سينة مصانع الجرانيت والرخام المدن الجديدة بقر العبدي وكل التفاصيل دي كلها استصلاح اراضي انت عندك في سينة مليون واثنين من عشر فدان ارض مستوى جهزة للزراعة عندك اللي استصدرعت سمك في سينة عندك الطرق اللي اتفتحت في سينة وعشان كده بنقول لابد ان الدولة تاخد عدد من شبابنا يختلطوا بهازي يعني يتم مسجد ماء ولادنا اللي في الدلتة مع اخواتهم اللي في سينة بالزبط مش عاوزين نسمع كلمة اصل ده من سينة واصل ده من الدلتة اه وده صعيدي وده صعيدي مش عاوزين نسمع كلام ده كلنا مصريين كلنا مصريين بالزبط شباب يطلع هناك ويتجوز من هناك وتبقى فيه الدنيا ماشية في ظل التنمية اللي موجودة في سينة وعلى فكرة سينة بقعة جميلة جدا وارض صحية جدا وارض مفتوحة وجميلة وجهزة للسسمار عاوز اقول مصر شهدت ثلاث فترات في حياتها بتتغير فيه اه ثلاث فترات ثلاث فترات والتاريخ هيقول هذا الكلام نهضة حقيقية بجد فترة محمد علي وبناء جيش مصر حديث ثم فترة الرئيس جمال عبد الناصر ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي دول الثلاث فترات التاريخ هيكتبهم بتغيير حجم هذه الدولة وما نشهده الآن هو نقلة كبيرة جدا في الدولة المصرية ثمين هتبال حضرتك هيعود امتى على المواطن المصري اه صحيح المواطن المصري يعني تعبان شوية من الاسعار غالية والدنيا غالية والكلام ده كله ولكن انت النهاردة لأ انا عايش في حاجة في امن وامان انا عاوز اقول لك كمان حاجة برضو انا باجري شوية عشان وقت حضرتك لأ انا عشان عايز معلومات كتير منك على فكرة اه لم يقترب احد من ملف عشوائيات مصر على مدار تاريخها غير رئيس عبد الفتاح السيسي احنا ذكرت لك سيسيات الرئيس على فتاح سيسي تلات مر اه فاسمح لي هنقلك نقلة تانية حال سيسيات الرئيس من قمة اسبوعين كان في مؤتمر جميل قوي قال انتو عارفين انا من امتى ابتديت اقلق علمية من 2011 يا مصري صح لما كان ماسك رئيس المخابرات الحرب تمام تمام اه النهاردة وانا معايا قامة اه عسكرية سابقة ورئيس مكافحة الارهاب النهاردة انت شايف موضوع الميا ازي انا مش عايز اغوط فيه قوي احنا مش هنغوط فيه اه موضوع حساس ومؤلق بس تعال كده من فوق الوش من فوق الوش اه شوفوا انت معاكم رئيس قوي معايا معايا رئيس قوي اه معايا رئيس قدامه داتا مش متوفر عند حد عشان بس محدش اه يدخل في تفاصيل هو الوحيد اللي قدامه كل التفاصيل ايه وهو الوحيد اللي حيكرر وهو الوحيد اللي يحله وهو قادر يحله هذه المشكلة وهو طمن المصريين اكتر من مرة وبالتالي احنا بنقول ما حدش يقلق اه الرئيس موجود اه وكل التفاصيل عنده وانا واعتقد ان هو مش ساكد في هذا الملف وبذل يعني اه وزير خارجيات بتاعنا لف افريقيا كلها يعني برضو عشان يوضع يعني الصراحة بيعمل زي ما احنا قلنا العمل العسكري مهم العمل الدبلوماسي خطير وهو شغله اه يعني اكتر من رائع اكتر من رائع وموجود ضخم جدا وبالتالي الدبلوماسي المصرية وشغال برضو مع اه اتحاد الافريقي و يعني الدنيا زي الفل ولكن القرار والداتا كلها قدام السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد اللي شايف الداتا وان شاء الله هيحلها وهتتحل ومحدش هيقرب محدش هيقدر يقرب من نقطة مية مصر في المية و هو قال نقطة مية و انا الراجل ده يعني انا كلامه بالنسبة لي ما بيقولش كلامه لا ما بيقولش كلامه قالك نقطة مية بقى نقطة مية و عاوز اقول هو ما بيقولش اللي بعده ما بينفس ما بيقولش اللي بعده ما بينفس يعني ما يقولش يقول لك ايه سط الرئيس يقول لك ايه انا مش عارف ايه تلاقيه فجأة بيفتتح ده حقيق و هو رجل وطني رجل وطني جدا لا نوزيد عليه هو هكده و ده الحمد لله نعمة من نعم ربنا بعد فيه أزمة ما احنا عيشنا أزمات الأزمة دي جات امتى بتاع المايا في 11 ما قالها في 2011 انت حضرت سمعت الاجتماع اللي كان موجود قالك نبعث أبو مش عارف مين ونبعث لعب كورة كان على الاجتماع أنا عايز أقول حاجة دي ما سمعت هشم في أي قناة بس دايماً بتيجي لي كده هواجس هو لما تجوم الإخوان مسكوا فاكر كان قالك هنعمل مشروع النهضة والسد اسم وسد لإيه مشروع النهضة وسد النهضة و انت مش ملاحظين هي غريبة شوية غريبة هو الناس دي بيشتغلوا بفكر تجاري هم حطوهم في صور مارك حطوهم في بقالة حطوهم في بتاع انه مش فطور سياسة مش محدش فيكو يقدر يدير دولة بحجم مصر محدش فيهم أو في يعني يعني مصريين كلهم مصر ولادة ومصر دائماً معطاقة وشبابها موجود وكل ده موجود بس انت طول عمرك ما تقدرش تاخد قرار مصر كبير عليك تمام كبير عليك وعلى شلتك وعلى اللي بيدعمك احنا كده قبل منه مع حضرتك فعايزك في الفترة بتاعة العشر سنين من 2011 لغاية النهاردة هتذكر لي حاجة أثرت فيك قوي أو أثرت في مصر قوي انت شاهدتها بعينك أثرت فيه قوي في مصر أو مشهد أو 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 حاجة كده أول مرة تقول أنا الحقيقة أكتر حاجة أثرت فيه بجد موقفين الموقف الأولاني وهو حر المجمع العلمي اللي هو فيه تاريخ مصر ده بجد يعني لا ده طمس وكان مخطط ومنظم ووجهات أجنبية واستعمال عيال اللي حضرتك شفتهم أيها لطمس تاريخ هذا الوطن وعشان كده رأسة الرئيس عمل إيه؟ عمل قاعدة بيانات كبيرة جدا في مكانها مش معلومة ده أكتر مشهد أثرت فيه يعني فيه قاعدة بيانات كبيرة مكانها مش معلومة طبعا أنا أول مرة أعرف المعلومة لا مكانها مش معلومة هو يعني مكانها مش معلومة تمام تمام حلو كده؟ لمت كل هذا الكلام الحتة الثانية اللي أثرت فيه أنا شخصيا إن أنا كنت في يوم بوصل أحد يعني مع السادة القادة وأنا راجع طلعت علي مظهرة أكتر من خمس تلاف واحد يه هذا الموقف لم ولن أنساه في صلاح سالم تحديدا قرب ميدان ربعة أو ميدان الشهيد عصام بركات حاليا تمام قلت لك استشهد يعني قلت الشهادة أكتر من عشرين خمسين ستين مرة تخيل خمس تلاف واحد عليك معايا سلحة بس سلحة تنوت واحد هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ طب إيه اللي حصلت هو إرادة الله أما ربنا بيريد خلاص أنا مش حاوز أقول لك إحنا مشينا في رص المظاهرة كسروا العربية لقيت خمسين فوق العربية طبعا ما بعدش بس العدد فوق السقف العربية فوق دماغي والجناب ومن وراء ومن تحت كنا عربيتين ده دغغوا العربيتين ولكن إرادة الله شاءت إن إحنا نطلع من هذه المظاهرة إحنا عدناها في ناس طبعا جات كتيرة ولأ سيبوا الناس لحد مثلا لكنا الطريق شوية ولكن في كل ثانية كنت بتعدي كنت بقول الشهادة لأن وارد سكينة وارد خرطوش وارد طبانجة وارد أي حاجة وأنا كمان سعيتها اللي كان معايا بقول لي قفل إزازة العربية أطبع ما تتفلش لأن لو قفلت الإزاز حيكسروه ولو كسروه ممكن أي حد فخليها كده إلى أن ربنا سبحانه وتعالى لنا في العمر بقية وعدينا من هذه المظاهرة ومعاك القيادة آه 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 لأ بجد كان ده من أصعب الموقف اللي تعرضت له ده من أصعب الموقف آه آه طيب أنا برضو قبل منهي عايز أشكر حضرتك وبطمن السادة المشاهدين برضو بتمؤنانك أنت شايف الوضع العام مطمئ بحط حضرتك كنت في بن سميعي في المطبخ العسكري في أنت أنت جوه جوه المعمع طب وأنا معايا رئيس منظمة مكافحة الإرهاب آه إحنا النهاردة أنت شايف الإرهاب إزاي آه الإرهاب في مصر آه لا ما عندناش إرهاب ما عندناش كلها عمليات فردية فقط لغير لكن ما عندكش إرهاب منظم ما عندكش جماعات لا كلها عمليات خيبة فردية آه كنبلة ما فيش لكن النهاردة الحمد لله عاد الأمن والأمل لهذه الدولة الحمد لله كله تحت سيطرة الحمد لله إيد القوات المسلحة طيب لأي إرهاب في أي حتة مش في مصر بس في أي مكان آه أنا بشكر حضرتك سادة اللواء شبل عبدالجواد والسادة المشاهدين بالرسالة المؤنان وبنقول الحمد لله إن الأمن المستتب وسينة هيبقى فيها تعمير كبير وده وعد من سادة الريس وده اللي إحنا شايفينه سينة أكتر منطقة في مصر عانت في العشر سنين اللي فاتوا وأكتر منطقة في مصر آه ستجني خيرات في الأيام اللي جاية وده وعد من القيادة السياسية وده اللي إحنا شايفينه وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة الأعياد كلها وتصبح على خير موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر